هذه أبرز العنوينة الدولي المغربي عبد الحميد الصابيرية يتلقى عرضا إيطاليا بعد تألقه في الدورية السعودية هذا الصيف في خطوة مفاجئة النجب المغربي حكم زياش يصدم إدارة غادة سرايا التركية بعد تلقيه عرضا كبير من الدورية السعودية برسالة مفاجئة جمال السلامي يخرج بأول تعليق للجماهير الأردنية بعد تعيينه مدربا لمنتخب الأردن صراع إسباني وإيطالي للتعاقد مع الدولي المغربي إسماعيل السيباري نجمنادي إندهوفن الهولندي هذا الصيف لا يزال مصير عبد الحميد الصابيري مجهولا بعد انتهاء مدة إعاراته من نادي فيورونتينا لموسم واحد لنادي الفيحاء السعودية فمن ناحية يظهر الصابيري ورغبته في البقاء مع الفريق السعودي ولكن من ناحية نادي الفيحاء لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص سفع البنتشير عقد اللاعب المغربي في هذا الصيف وفي الوقت نفسها يلوح في الأفق خيار آخر حيث أعرب النادي ساليرينتانا من أندية الدرجة الثانية الإيطالية عن اهتمام بضم الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري لتعزيز صفوفه للموسم القديم وسيحدد قرار مدرب فيورونتينا الجديدة رفايل بالاديو مستقبل صابيري مع الفريق الإيطالي فهل سيراهن المدرب على عبد الحميد الصابيري ويمنح فرصة تانية من أجل التعلق وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر معرفة وجهة الصابيرية القادمة في الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موسم الكروي القادمة الجديدة خصوصا بعض تألقه الكبير مع المنتخبة المغربية حيث تمني نفس بعض الجماهير المغربية في عودته إلى صفوف الأسودة أفاتت التقارير الصحفية الصادرة اليوم أمس الأحد أن وكيل أعمال النجم المغربي حكم زياشة قد توصل مع غذرة نادي غرط صراي التركي لإبلاغها بوجود عروض رسمية وقوية من أندية دول رشن السعودي والدول الأمريكي لكرة القدم تزعى للتعاقد مع اللعب المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتأتي هذه الخطوة من وكيل حكم زياش في ظل الحالة من الترقب تأسود النادي التركي بشأن مستقبل اللعب المغربي خاصة مع اقتراب موسم 2025-2024 وتجهيز الفريق للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والقرية وفقا لصحيفة الصباح التركية فإن عدارتنا لغرط صراي التركي تسعى جاهدا للاحتفاظ بخدمات حكم زياشة خاصة بعد تألقه اللافتة في النصف الثاني من الموسم الماضي حيث لعب دورا مهما في تتويج الفريق بلقبية دورية تركية ممتازة وأكدت المصادر التركية على أن مدرب الفريق أوكمبروك يبدي رغبته في استمار حكم زياش مع الفريق خلال الموسم القادم نظرا لقدراته الفنية المتميزة والكبيرة التي تتير خطة هجوم الفريق يذكر أن حكيم زياش نجم المتخب المغربي قد انضم إلى نادي غرط الصراي في صيف عام 2023 قادما من نادي تشيس الإنجليزي في صفقة الانتقال الحر والدائمة وينتهي عقد اللاعب مع الفريق التركي بنهاية شهر يونيو 2024 ألهب الإطار الوطني جمال السلمي حماس الجماهير الأردنية برسالة خاصة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بتعينه مدربا جديدا لمنتخب الناشمي خلفا لمواطنه المغربي حسين عموت الذي قرر الرحيل وقال جمال السلمي في تدوينته الأولى عبر حسابه انستغرام تجربة جديدة وتحدي كبير مع الفريق عظيم أنا متحمس جدا لبدء العمل وتحقيق النتائج المرجوة أريد فقط ثقتكم ودعمكم الكبير بالنسبة لي وللعبين وأعلن مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الصبت الماضي عن تعيين جمال السلمي مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول للأردن لقيادة الناشمي في الاستحقاقات المقبلة في مقدمتها أخوض الدور الحاسم للتصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكاندا والمكسيكا والتي تبدأ اعتبارا من يوليوز المقبلة ونهائيات كأس أسيا التي سوف تقام في السعودية مطلع عام 2027 يحدى الدولي المغربي إسماعيل السيباري لعب خط وسط نادي إند هوفن الهوناندي باهتمام أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه في الميركاة الصيفية الحالي بعد المساويات المميزة التي بصم عليها هذا الموسم في الدوري الهولندي ودوري ابطالي أوروبا أكدت تقارير أعلامية أن أندية فيرونتينا وأطلنطا من إيطاليا بالإضافة إلى ذلك يظهر نادي فياريال الإسباني تستعداد للدخول في مفاوضة مع اللعب المغربي وناديه إند هوفن من أجل حسن الصفقة التي تبدو بعيدة المنال بسبب تشبط الفريق الهولندي بنجمه المغربية سيباري يفضل لها في الدولي الإنجليزي لكن مع الإصابة التي تعرض لها مؤخرا يبدو أن نادي نيوكاسل ويونيتد صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة